حسب ما علمت بأن الضيفة معك الآن يمكن أن نحدثه عن الأحوال التي هم فيها مرحبا بك تعرفني عن نفسك في البداية مرحبا بك على شاشة الحدث مرحبا بك شكرا أن أعطيك العافية أنا اسمي محمد أهلني يا محمد الحمد لله على السلام يا محمد في البداية وهل لا وصفت لنا يا محمد وإن كانت الصورة تتحدث الحال الذي أنتم فيه الآن حالنا لا يخفى على مثل ما يقول على إنسان حالات من الرعب مستمرة على مدى عشرة أيام مطوطلة الحمد لله أهلا وسهلا بك أولا وآخرة الأطفال في الطوابق العلية نسمع صياحهم فنعلم أنها بدأت الهزة فننتقل من حالة هدوء إلى حالة هستيرية صراحة من مكان إلى آخر نجمع به بعض الأشياء لننزل بهم على السلالم والأدراج وعندما نصل إلى الأرض نندم على ما فعلنا لأن الأجواء في الأسفل يعني درجات حرارة متدنية دائما الآن ناقص اثنان أو ناقص ثلاثة باعتبار المساء وفي الصباح تتوجه الناس إلى بيوت ونواصل العمال ولكن في أي لحظة مهددون بالرعب يعني في أي لحظة أنت قد تبدأ الهزة وتصيح بأطفالك هيا بنا تعالوا إلى تحت الجسور مثلا أو دعنا نخرج شوي من الموضوع اللواء العربي الفصحى أنت معفيون منها أنت معفيون منها محمد فلتتكلم إذا أردت أن أخاطبك بالحلبي لبدأت معك كذلك يعني من نرقد بالأطفال مثل ما أقوله بحلوة الروح يعني تحت الجسر تعالى عندي لا ترقد باتجاه الدرج لا تهدى الهزة بعدما نخلص يعني حالة مستمرة من الرعب أصبح لدينا أسواس أحيانا لا يكون هناك هزة أرضية أو زلزال أو ما شابه كما بالمرة السابقة ولكن نستفقد مثل ما أقوله منطلع لبعضنا عم تهز شي عم نسأل بعضنا دائما عم تهز شي يعني دائما هذا السؤال يعني الريحانية تعرضت لهزة مثل ما جيرانها شاف الله الجرحة ورحم الله الشهداء والعموات الهزة محمد الهزة التي حدثت قبل نصف ساعة يعني شعرتم بها وإن بشكل طفيف أنتم لا بشكل قوي جدا أنا بالطابق العلوي في طابق الخامس الرابع الخامس صحيحة انتابعني الشعور بداية الزلزال القوي اللي قاته 7.7 و 7.5 بالمساء بالليل يعني انتابعني انه سوف يبدأ الزلزال الآن فتحرك يعني يعني حالة من الخوف الهسترية صراحة ليس على أرواح حالم لا سمح الله أن تبقى تحت الأنقاض أو ينتشلوك بعد يومين أو ثلاثة أو أربع هذا شيء صراحة مزعج للوجدان الداخلي الإنسان الداخلي بالداخل صعب يوصف الشعور يعني صراحة هذه المرة الأولى بحياتي أتعرض لها طيب محمد كذلك أريد أن أسألك عن حال الناس بشكل عام في ريحانية فيما إذا كان هناك تصلهم كذلك مساعدات هناك عناية هناك مراقبة هناك استنفار هناك لجان شبابية من الممكن باعتبار أن سوريين كثر يسكنون ويغطرون هذه المنطقة صراحة يأتي بعض المساعدات كي لن نكر ولكن في استنفار في بعض الأماكن لكن قلت لك الريحانية أصبحت كطفل يتيم تشلوه من تحت الأنقاض يعني من دار مداروتا من كل محل أنطاكيا كرخان نرلجة قوملو جميع هذه المدن مدمرة تقريبا تقريبا لدينا بعض التشققات كثيرة يعني في الأبنية ولكن لازل فيها بعض الروح من الحياة يعني أنا استأتي من أنطاكيا أنا استأتي من قوملو في الصباح وتعاود إلى أرزاقها لأن بعض البيوت أصبحت متهدمة فوق بعضها البعض ويريدون من كشال ما تبقى لهم من أساس أو من أغراض وبعض العائلات فضل محمد تفكر بعض العائلات أو تسمعون أو من خلال المواقع التواصل الاجتماعي أو الواتساب وغيرها الرجوع إلى الداخل السوري مثلا هل هذا يعني متاح هل ثمت جغرافيا من الممكن أن تستوعب الناس من جديد مين جبرك على المر يعني أنت اليوم إذا بدك تغادر الأراضي السورية فهو يكون بسبب يعني أراضي التركيب تجاه الأراضي السورية كمان يعني ميت مبشي الميت يعني الناس جوه كمان الله يكون بالعون اتعرضوا نفس الزلزال اتعرضوا نفس الأوامر يعني نفس الأمر جرى عليهم فالناس مجبرة الناس ولا يمكن استخراج منهم أي شي وصار مثلا بقولوا إيدنا وراء إيدنا ودا ماذا يفعل ماذا يفعل بدي يضطر يرجع على سوريا لعل أحد أقريب أحد أشخاص يساعدوا يعني يحسن يسوي شي أما يفكرون لا ناس يزلون من المعابر بشكل يومي بصراحة وما جبرك عالمود يعني المر غير الأمر منه هذا الواقع يعني صراحة هذا الواقع من خيمة إلى خيمة من خيمة إلى خيمة أبدا نعم مع أنه الله هيك يعني سويقا كنا نشفق على أصحاب الخيم أما الآن فإنه يحسدون ولا يحسد يعني لا يحسدون بشي أنه أصحاب الخيم أصبحوا من أصحاب الحزوز لا تنزل على رؤوسهم الإسمنت والبلوك والأصص هدول اللهم يعني وإنت كمان معاليا يا محمد سيكن بالطابة الخامس كمان والله إذا أحكي لك هم الشعب هون انتجت بيت في الريحانية الآن أمر صعب جدا لأن أصحاب البيوت والعقارات الأتراك أصبحت بيوتهم أغلبهم كانت ساكنين في أنطاكة ويريدون إيش بيوتهم لكي يعوضوا ما فقدوا في أنطاكة يعني لهم أصبحت بيوتهم مدمرة ويريدون العودة إلى مناطقهم هنا التي يعطونها بالآجار سمعنا كثيراً محمد عن مسألة غلاء الآجارات وفي بعض الأحيان الاستغلال هذا ملموس في الريحانية حقيقة في بعض يعني نسبة عزمة صراحة معاولاً فيك نقول الاستغلال فيك تقول أنه كيف عدم تواجد اليوم كل مفؤود مرغوب وبيعلى سعره مثل أي سلعة فأنت اليوم ما في بيوت فبيعلك أنا شو ما طلبت بجيني فهذا هو نوعنا ونوع الاستغلال ولكن يعني ما في بيوت تغطي كحاجة الشعب ما في لا يمكن حتى يعني يعني بدها 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 يعني أنطاكة خرج تنسحب أبنيتها إلى هون صعب هذا الحديث يعني يوجد عوائل تريد أن تبقى هنا أنا أول ناس وفكر بالانتقال يا أما للداخل السوري أو انتقالي للداخل التركي يعني صراحة عشرة أيام صعبين ما بتمنى هون للعدو أو للصديق نعم ما طبيعة عملك محمد أشيب تشتغل أنت مدرس 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 تربية رياضية ولكن سابقا هذا الأمر لأنه انتهت عدو عقودنا منذ فترة فترة سنة سنة ونص مع اليونسيف وحقيا أعمل مهن حرة الحمد لله رب العالمين طيب أنا أشكرك يا محمد يعني على كل هذه التفاصيل يعني وليس بوسعنا إلا القول بأن تكونوا سالمين في الأيام المقبلة ولا بد لليل أن ينجلي يعني إن كان اليوم أو غدا أو بعد الغد يعني فهذه ستكون إن شاء الله شكرا جزيلا لك من ريحانية محمد المدرس الرياضة وكذلك أشكر الزميل الصحفي مصطفى النعيمي بلغه سلامنا وشكرا يا محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا